هنا همزة لندن وصل لندن تقدم همزة وصل همزة وصل لقاؤنا همزة تصل بيننا وبينكم تجمعنا عبر أثير الصداقة والمحبة فمعا معا نصنع هذا اللقاء همزة وصل بينكم وبيني محمود المسلمين أيها الأصدقاء في همزة وصل في هذا اللقاء أسعدني أن يكون معنا في الأستوديو هنا في لندن الأستاذ فاروق عبد العزيز وهو مخرج معروف في مجال الأفلام الوثائقية وفنان في إطار أوسع من ذلك وله إسهامات عديدة واسمحولي أن نرحب به في الأستوديو أهلا بك يا أستاذ فاروق أهلا وسهلا لو بدأنا بالنقطة التي نحن فيها هل هذه الزيارة إلى لندن شخصية للنزهة أم لها علاقة بالعمل؟ أنا لها علاقة وثيقة بالعمل وأنا مشروع اقترحته على واحدة من الشركات البريطانية ولقى ترحيب شديد عبر فترة كم شهر درسنا ثم اتصلت مع المعهد أكسفورد للتمويل والصرف الإسلامية بالإضافة إلى جامعة هارفورد عندهم مشروع للتمويل الإسلامي الهدف من ذلك هو باختصار في سطر واحد هو أن الأزمة المالية العالمية قد تكون لها حلول النظام المالي العالمي قد يكون له بدائل نبحث هذه البدائل حتى إن كان على شكل بحث فقط وليس بشكل نهائي على الأقل تستحق النظرية الإسلامية في الاقتصاد والتمويل تستحق أن تطرح وأن تناقش وأن ترفض وأن تقبل أو يقبل جزء منها أو لا يقبل أو يطبق إن شاء الله هذا العمل بدأنا في تطوير ليقدم ذلك في فيلم أم في أطروح أقصادية لا يقدم في فيلم أنا بقول برضو في عمل وسائقي في عمل وسائقي مداته ساعة نأمل إن شاء الله أن ننتأمنه خلال عام ويُعرض على البي بي سي طيب كان هناك مشروع أيضا كبير لازال حركة شغال فيه وبدأ منذ سنوات ولعل بعض الأفكار لدي من خلال تواصلنا عن علاقة الإسلام بالعلم وهذه الفكرة كيف يمكن أن تقدم للجمهور العربي المسلم والجمهور غير المسلم منذ حوالي خمس سنوات تقريبا ركزت معظم معظم عمل وثائقية على دراسة العلاقة بين بعض الإشارات العلمية الوردة في القرآن وبين العلم الحديث استنت في ذلك إلى دراسات ثم دراسات قمت أنا بها لأنك أنا بالنسبة لي هي اكتشاف ذاتي شخصي ليس بالدراء كل من يقرأ القرآن يستطيع أن يستنبط الإشارات العلمية فيه تحتاج أن تسمعها ثم تذهب إلى القرآن لكي تبحث وستجد أن التفسير الوحيد المتاح لهذه الآيات هو تفسير علمي ليجب أن يكون تفسيرا علميا خالصا بأقلام وبحوث علماء معترف بهم نريد مثالا على سبيل المثال لو احنا خذنا مثلا الآية 30 من سورة الأنبياء ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رطقا ففتقناهما الرطق والفتق هو أن هناك في ذرة فتقط أو هناك فيه سنجلارتي ذرة أو كيان فتق وعن هذا الفتق نتج خلق الكون هي بختصارها نظرية البيك بانج المشهورة هذه النظرية لا يمكن أن أفهمها كمسلم لا يمكن أن أفهم الآية إلا ذا فهمت نظرية البيك بانج طب أين البرنامج من هذا الطرح؟ الوثائق إحنا أنتقت حوالي 9 أفلام حتى الآن وثائقية كلها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بنتج عادة بالإنجليزية نسخ كاملة ونسخ كاملة بالعربية هذه الآيات أقدمها في إطار سواء كانت شهادات علماء أو بمواد بصرية تدعم هذه الرؤية هناك علماء من أي موقع هل كلهم من العالم العربية كلهم مسلمون أم هناك علماء غير مسلمين أيضا؟ أنا أفضل دائماً لعلماء الغربيين غير المسلمين والله شيء يلفت الانتباه طيب هل أن تعطيني عنوين بعض الأفلام بعض الموضوعات؟ هناك يعني مثلاً وهذا الفيلم بالمناسبة أختير على موقع topdocumentariesstream.com كأحسن فيلم في عام 2012 وما يزال موجود على الموقع بزر وملايين فهذا النعم للأفلام التي هي طيب إحنا يعني نرجع للخلفية شواء نعرفه أستاذ فاروق عبد العزيز صاحب مشوار طويل مع الفن ومع الإعلام ولو عنوين بسيطة في هذه الرحلة الحلولة المستمرة إن شاء الله عشان جمهورنا يتعرف بك خمزة وصلة فأنا اشتغلت أنا في حوالي 13 سنة منذ بداية منذ بدأت اتخرجت من أثناء الفترة الجامعية كنت بكتب وترجم قصص في البرنامج الثاني في إذناء القاهرة البرنامج الثقافي لمن لا يعرف نعم لمن لا يعرفه وبعد ذلك اشتغلت فيه نقد التشكيلي لمدة حوالي خمس سنوات نقد الفيلم التشكيلية في مصر أيضا في مصر أيضا وترجمت الكتب وبعد ذلك تفرغت فيه الكتابة عن السينما كناقد متفرق منذ عام 73 متصلا حتى عام 88 بعدها في سنة 79 عملت برنامج في تلفزيون لوكويت ظل مستمرة حوالي 16 عاما بعنوان نادي السينما أنت تقوم في الكويت بالمناسبة نعم أنا أقدم فيه فيلما مختارا استحقا أن يقدم ونعرض الفيلم ثم أعلق عليه بعد ذلك وبعد ذلك اشتغلت مع أكثر من قناة دولية في إنتاج مشروعات وثائقية طيب أستاذ فاروق أنا كنت أتمنى أن يطول الوقت لكن يقولون أن الدستسفاكشن هو الدافع الأساسي للفنان لكي يجيد يعني عمره ما يرضى دايما عنده شيء مزعاله هل بتحس الموضوع دا يعني تقول لا أنا كان ممكن أعمل كذا كان أفضل ولا إحنا كويسين كده والخطوة جاي نعمل إيه أنا أسوأ شيء هذا وأسوأ شيء في عدم الرضا عدم الرضا ده أحسن شيء ده كده الفنان يبقى درجة نعملنا فيلم ممتاز مع فانيسا ريد جريف طبعا ما إحنا في بريطانيا عملت فيلم ممتاز سهية سمته فانيسا تتحدث مع فاروق عبد العزيز ده مقود عاديا على اليوتيوب على الفروق تشانل هذا الفيلم دعيت لعرض خاص في لندن هنا بحضورها هي والمخرج وشخص آخر بعد أن شاهدنا الفيلم قالت ما رأيك وهي سعيدة قلت له هتكود هاب بين باتر كان يمكن أن يكون عوضل فيعني صدم طبعا وإنتوا في عز الفرحة وإحنا وهي في عز الفرحة صدم طبعا مشكلة عندي لا هي دي مشكلة يعني هو يقال أن ده العنصر الأساسي في الفنان وعلى فكرة في الإعلامة برضو اللي عايز يتطور يعني أستاذ فاروق عبد العزيز أسعدتنا في همزة واصل نتواصل دايما وأرجو أن تعاهدنا كلما شرفتنا في لندن أن تزورنا في السيديو همزة واصل مفتوح ليك وللتواصل أيضا مع مستمعين في صفحتي على الفيسبوك شكرا جزيلا أستاذ فاروق عبد العزيز أنا نرفضك شكرا جزيلا تحت هذه الفرصة الأولى بالنسبة لي مع البي بي سي العربي همزة واصل لكس هذا